اشتركوا في القناة حضور معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والسفراء المعتمدين لدى البحرين إضافة إلى تواجد مجموعات من الداعمين لمهرجان ربيع الثقافة السادس عشر والمهتمين بالشأن الثقافي يعود مهرجان الثقافة في نسخته السادسة عشرة ليثر الحراك الثقافي في مملكة البحرين باعثنا الأمل بعودة الحياة إلى طبيعتها حيث سيقدم للجمهور برنامجا طال انتظاره يتضمن طيفا واسعا من الأنشطة الفنية والموسيقية والمحاضرات والمعارض والعروض العالمية التي تلائم مختلف الأذواق والأعمار وتمد جسور التواصل الحضاري والإنساني ما بين البحرين والعالم وقد شهد إعلان عودة فعاليات وبرامج مهرجان ربيع الثقافة في نسخته السادسة عشرة حضور معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي مثل كل عام ينطلق ربيع الثقافة في موعده المحدد في 25 فبراير يوم السياحة العربية الذي أطلقته مملكة البحرين ليكون يوماً للترويج للسياحة الثقافية ونبدأ هذا العام بعرض الإخناتون ويليه عدد من البرامج التي تكاتفت عدد من الجهات لتشكيلها وتنويعها أيضاً يستقبل مسرح البحرين الوطني الكثير من الفعاليات وكذلك المؤسسات الخاصة ومسرح الدانة الشركة الرئيسية في هذا العام وعلى مدى سنوات كانت الفعاليات هي التي تجذب وفي مركز شيخ إبراهيم للثقافة والبحوث هناك مشاركات بربيع الثقافة بين الأنشطة الثقافية والمحاضرات التي اعتدنا على تقديمها بكثافة أكثر في هذا الشهر ننطلق هذا العام بهذه الافتتاحية ونتمنى أن تكون حائزة على رضا الجمهور الذي ننتظره بكل شو واستعرض المؤتمر الصحفي فعاليات مهرجان ربيع الثقافة 2022 والتي تستضيفها المؤسسات الثقافية والمواقع التاريخية والمعالم العمرانية في البحرين حيث سيقيم ربيع الثقافة لهذا الموسم أولى فعاليته على مسرح الدانة كما ستستضيف الصلاة الثقافية عروضا قادمة من مختلف أرجاء العالم إلى جانب عودة الأمسيات الفنية الشعبية البحرينية نحن طبعا سعيدين بالمشاركة في ربيع الثقافة وهو طبعا اسم على مسمى هو ربيع فعلا يأتي في الربيع ويأتي معه كل الخير وكل الجمال مشاركتي إن شاء الله في ربيع الثقافة راح يكون خلال ورقة عديتها بخصوص الشيخ عيسى بن راشد وموقعه في تاريخ الأدب البحريني إن شاء الله راح تكون ورقة جامعة وتشمل مو بس فقط عيسى بن راشد وإنما الحراك الثقافي اللي من خلاله أثمر شخصية أدبية كبيرة مثل شخصية الشيخ عيسى بن راشد وسيحمل مهرجان ربيع الثقافة هذا العام جدولا حافلا بالورش التي تهدف إلى سقل المواهب الفنية وإطلاق العنان للطاقات الإبداعية وذلك ضمن البرنامج التعليمي للمهرجان إلى جانب المحاضرات الأدبية والفكرية واللقاءات الثقافية ما يؤكد على الدعم اللامحدود والثقة الكبيرة لدى جميع الأطراف في استمرارية نجاح هذا المهرجان العالمي وفي الإمكانيات التي تحفى بها مملكة البحرين للنهوض بالقطاع السياحي امتدادا لجسور التواصل الثقافي بين مملكة البحرين والعالم يحل على البحرين مهرجان ربيع الثقافة معلنا عن موسم ثقافي متجدد يقدم لجمهور المملكة فعاليات متنوعة قادمة من كافة أنحاء العالم طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين